خرق متكرر للنظام الداخلي الخاص بمجلس النواف في أغلب الجلسات الماضية بسبب عدم التزام أعضاء المجلس النيابي بالتوقيتات المحددة من قبل هيئة الرئاسة فحين تحدد في وقت معين لا يكتمل النصاب على أساس ما حدد في جدول الأعمال فيتأخر عقدها لساعات طويلة ثم تُعقد في وقت لا يتمكن فيه المجلس من إكمال قراءة جميع القوانين المدرجة في جدول أعماله فنجد على جدول أعمال الجلسة الثالثة التي تُعقد يوم السبت يتضمن قوانين مرحلة من الجلسة الثانية التي عقدت قبل عشرة أيام بدل أن ينتقل المجلس لقوانين أكثر أهمية النظام الداخلي يقول إذا الفترة الزمنية للجلسة الواحدة محر ولكن الكثير يتأخرون فيعطي النجال نصف ساعة هذه النصف ساعة بأنه تمديد ولكن بعدها يجب أن ترفع الجلسة لأنه عدم الالتزام بالتوقيتات وعدم اكتمال النصف ولهذا تؤخر كثير من القوانين أمام ناحية عدد الجلسات الأسبوعية فقد شهد المجلس في دورته الخامسة عجزاً في استكمال جلساته بالعدد المنصوص في النظام الداخلي والأسباب عديدة منها الصراعات السياسية ومنها الأزمات السابقة التي عطلت المجلس لأشهر طوال لتترتب على إثر ذلك نتائج سلبية تمثلت بتأخير إقرار قوانين لها من الأهمية ما تغير واقع المواطنين مجلس النواب يفترض أنه يعقد على أقل تقدير جلستين في الأسبوع لتحقيق في الشهر أربعة إلى ست جلسات لكن أصلاً إحنا الأسبوع اللي تكون فيه جلسات إحنا نعرف أنه هناك أسبوع تعقد جلسات وأسبوع تكون للنواب المحافظات يعني دواموا في محافظاتهم أسبوع الجلسات لا تعقد حتى الجلسة الواحدة خرق متكرر للنظام الداخلي بسبب الأزمات السياسية من جهة وعدم التزام عدد كبير من النواب بالتوقيتات الدستورية من جهة أخرى في وقت ركنت فيه مشاريع قوانين تجاوز عددها المائة وسبعين لا يمكن إنجازها دون تكفيف عدد الجلسات النيابية وجدية كافية من أعضاء المجلس النيابي من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر